وقت الكونسي في الراف ما أقام كونسي السؤال والموضوع رقم واحد نرجو على البوليميكي اللي صارت في مصر في علاقة بالصفعة الشهيرة لعمر ذيب والمعجبة لمصر اللي حب يتصور معه المحامي حسين المتعني محامي الشيب ساعة أسامة طلب تعويضا بمليار جنيه والمعتداء عليه رفض السلح إلى حد اللحظة رف ما أقر الأعداد مفهوم أنه واحد عندما يتعرض لإعتداء حقه بش يطلب الغرامة يطلب اللي أحب عليه وإلا ليه سيدا ما نوليوش بعقلية استغلالية ومليار جنيه على حاجة غالطة على حاجة ما نجموكين ندينوها خاصة كي تصدر على فنين ولكن سيدا ما نوليوش بسترزق منارش رأيكم لي راف مجور نبدأ بسندريلا سفر ياسيق اللي قلت وانتي يعني منه بلوش يعني انتي دجا هو خذي حقه بلوي في بلقدي بلقدي فما حد في مصر في العالم العربي ما حكيش على عمر الجيب ما أدينش عمر الجيب يعني خذي ولو حقه تقريبا ناسي كل يحب يخو تعويض يمكن على خطر بتدخوجه تشهر وانا أشوك نحاسك اللي هو عاشبته لحكاية خاطرة بغامو يعشق المشاهير السيد ويعشق الذهور تنك تشهر ياخو تعويض على خطر كرامته تمست ولكن كان هكاية على حكاية هكاية يولي يخو تعويض مليار جنيه يولي استغلال يولي يحب يستغل الرجل خلي القضاء هو اللي يحكم بالتعويض المناسب للحافة هذه هو كيمشي القضاء ما يطالب هو بعض القضاء اللي بيشيرهم واحد وسبعين مليون يجي ونحنا تظهرنا برشة يجي واحد وسبعين مليون بفلوس يا رفيقه ما هوش بش يدخل لا لا ذاك انت عوث مليون جنيه مليار جنيه أكثر معنا انت عملت التحويل متاع مليون جنيه مش مليار جنيه برنس مفهوم والله يميش حاب نقول لك اللي اللي بداه اللي بداه وشد وعمل كذا يزمو يخلص يزمو يش معنا هزي تشهر أنا ملتو نجيه من عرش هنا نجيل الواحد مشهور ياسر بلاعب يمتع كورة مثلا المسهور وناهبت للتراه ونضرب وقال اشن هو بس ان تشهر قدم بيا قضية يرفع بيا قضية وهو يربح القضية وسحالي سامحني وكان نقلبو لحكاية نحنا بالعكس كان عمرو ذيبك ليك كف الراجل في الحبس هو نورمال مو عمرو ذيب بالقانون مع انت يتسمع تداع على الراجل او ما يشدش الحبس ويعرف غادي في مصر عمر ذيب والاسم اللي يحملو عمر ذيب خلينا نقولوها شوزن في البلاد دونك يعرف انه عمرو ذيب ما ينجمش يشد الحبس ويتعاقب كمواطن عادي يقول لك عاد اينا مدام نتهنتو كل اموا نوجعو في حاجة بايش بشتوجع عمرو ذيب بشتوجعو بالفلوس المحامي يحبي يخل الفلوس اينا محامي محامي ولا هو نحنا بيناتهم انا شفت ولد الذحية يبدو انه من سكين السعيد في مسلا تعرفوا سكين السعيد والعقلية معنا يعزيه يقبل العزيب كتب نحبش نحكي من حبش كذا هذا ولدي تهين هذا ولدي تعرض للعاتداء انا بالنسبة لي مفهم حتى حد يرجع لي كرامتي حياتي وفيت قال ما يرجع لي حد شيء كرامتي الا ما يصير نفس الشي مع عمر ذيب معنا تدوخ في العقلية والوجيعة اللي يحكي بها البوم معنا حاجة ما ما تتصدقش ولكن تتفهم لي انها عقليات معنا هوي ناس يا رفيق تو سمحني هو كلا كف كي من هذاك كي انا على الاقل ما يتعوضش من ناحية المادية كي باش يقدش صحابه الكل كورو بيه يالي كليد كف يالي اعطاك كدرشن هو يالي معانتها اليوم على الاقل يقول لك انا من ناحية المادية اخويا اوكا ريكمبانس للكف اللي كليدو وكاو انا اليوم على ازرتني بكف على اقل من ناحية المادية انا اخو فلوس برش فلوس حاتم تطلب تعويض كنجي تنتيه لي 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 معناها فم هذي معناها لقمة بير ده ونكونت الكنجن نقيب مش يطلب تعويض نقيب رفع قضية مش يطلب تعويض هاي قولي حاتم ايه هو اغز السيء الانجلوس اكسون معني هذيك عقليته مريد في امريكا دعثر في ميدا تشكي بالبلدية اخو تعويض فما عقليات التعويض في المقاربات في الكندا في اللي معني نورديك غاديك هتزده وفيت شنوه وفيت انتي غلط انتي معجب بيه وانتي دي معناها تدز في العبيد وكيوشيد ومن من الفيستا متاع وقارس ما عندكش الحق تمسوا دي جاي نجم هو يشكي بيه اما معناها وليت الصفعة هذي بيه تقول انتي صحابه بش يكاوروا بيه تحييته كاملة بعد هو سيته يالي ميخو كفوها مهبت واحدة مهبت عمل جروب ونرمين سفر بعثته قاتلو نحبك تعمل في كليب قال اللي هي قديم معني راجب بدي يخدم باو ينجم يكون فو بروفيل حاتم اما ايه معناي نحكي لك الوضعية العامة معناها فمتوس انا لكليت الصفعة ايه ما هو جاوبها معناها اذا كامل مهوش هو ما يجاوباش ميقول هاش اي انا بش نمثل معاك في كليب يا ربي في جدك حاتم ما نجمش كل عامة فو بروفيل ويقول لها بيه اوكي ومش نمثل كليب يشبيك شاعات هزك تاخو من شخيه تسبوعي يا رحمه معناي علانياتك توالي خاطر تلمو اكتبها تأثر بيها رافيخ اكتبتها وتأثرت بموخة سبوعي وانا اقالك ليه ما ديما مش هو ما نجمش يكون اكتبها بيه حاتم بريمان ويرز ما ما كشيت واتف الامن انتي انا ديما نقرأ لبيها يا رفيك انا قلبي صافي ربي نشأ ديما نقرأ للواحد لبيها انتم خاخكم اي 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 يحبف جوانا حمليكا تبدو بعمل جوانا لحيلو سوريا طب خاصوز جوانا حاملو كسر اي اتبلا على على التحديد انتوك انتوك مليار جنيه راو تقريبا نحكيه على مليارات لا نحنا نحكيه على مليارات بفلوسنا نحنا دونك تلب تعويض كبير هو حقه ولكن البوليميكة كبرت عمرو ذيب لم يعتذر وعمرو ذيب قدم قضية من باب سبقني وشكاية وجوه ذيك تضربني المشكلة أنه كتشوف العالميين والتعاطي وكذلك ما شفت شبهو الحقيقة العالميين ما شفت الفنانين سألوهم كلهم دفعوا على عمرو ذيب الكلهم لا وتسير وعادي ومفرما حتى حدي لاوزي هكا ينقض بطريقة تتماشى مع الجرافيتين متى الحاجة اللي عملها عمرو ذيب عمرو ذيب أنا بيت أنه لم يعتذر هذي يوريك الكبرين بتاع الفناني طويل غلطة وما نجموش نموش نموش عليها أنها غلطة تخرج قول أنا كنت في لحظة متاع تنرفيز يسيدي قرسني وجاعني ما هكا عملت ريكسو أنا غالط فيها نعتذروا نبصوا من راسو وعلى راسي وشوي هكا كلامي طيب الخات الليلة في البرج متاع العازي كما صار مع الممثل من عشنسي تسمو لقبو عبد العزيزة والمصري مشاه الجنازة يخي يخي كش على واحدك خالت ورا وصارت بوليميك على دغنية ماضية معديش برشة مشيلوا واعتذر منه وتصور معاه معناها لم الحكاية يعني أنتي كفنين كبير إذا غلط إيش بيه باش تسكر معناها المشكل هيدا الكل تعتذر من السيد وتقول أنتي كقرسو يا أخويا ما حملش هو دونك كانت رددت الفعل متاعه عنيفة وغير مقبولة فما عمرو ذيب زدت لذة الشر التالي تقريبا مع السويق متاعه زدت كيف 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 حمار ولاوين الحيوان ولا حاجة كيف من هكي مليم العقلية في العقلية فما مشكلة مع أخليق عمرو ذيب الهذبة المصرية نعود بعد الفاصل على فكرة